بنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا وخصوصا أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول خير الناس أنفعهم للناس بنتكلم عن قضاء الحوائج أنك دايما تبقى سند للحواليك ما تبقاش دايما تقول يلا أنا ونفسي والباقي ده سبك منه لأن في ناس عايشين حياتهم والله للآخر ولذلك تلاقي الناس اللي عايشين لغيرهم وعايشين لله وعمل الخير تلاقيها أبدا ما بتتقفلش فوشهم تلاقي وقت ما بتيجي تقفل تلاقي ربك من بعض كده المخارج أو تلاقي المفاتيح موجودة إلهية وربانية مش من عند البشر تلاقيك في موقف تلاقي ربنا سترك فيه تلاقيك على طريق فردة العربية العجلة كان مش عارف هيحصل إيه وتلاقي ربنا سترك تلاقيك في وقت الأمور المادية مش حلوة زي الأمور العادية وتلاقيك برضو في وقت نتيجة عمل الخير تلاقي ربنا نبارك لك ومشي ومسطورة وحاجات كتيرة جدا جدا دي كلها مفاتيح بسبب إيه؟ إنك دايما عايش لغيرك أو غيرك في الحزبان دايما ما بتقولش أنا وخلاص هنتكلم أكتر مع شيخنا الفاضل والجليل واللي أنا سعيد جدا بوجوده معنا النهاردة الشيخ إسلام ردوان من علماء لازر الشريف يهلا بك يا مولانا أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور محمد من مورنا مولانا ربنا يبارك في حضرتك ويحفظك يا رب عجبني جدا المؤدمة اللي حضرتك قلتها دي شوف سيدنا ابن عباس كان يقول صاحب المعروف لا يقع صاحب المعروف لا يقع وإذا وقع وجد متكأ يتكئ عليه الله وإحنا برضو تربينا إن الكريم لا يضام أبدا نعم فقضاء حوائج الناس والسير في قضاء حوائج الناس من أفضل القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى جميل إنك تعيش لغيرك زي ما حضرتك قلت كده وإن يكون عندك نزعة الخير للغير سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي ذكره عن الرب العلي أنه قال إن لله عبادا اختصهم بالنعم ليه اختصهم بالنعم يا دكتور محمد أيها لمنافع العباد الله فعايزين نقول لنفسنا ونقول لكل الناس اوعى تعتقد أو تظن أن النعم اللي عندك دي ربنا اختصك بها لنفسك وللمحيطين بك ربنا اختصك بالنعم لك والغيرك إن لله عبادا اختصهم بالنعم السبب لمنافع العباد عشان ينفع بها الناس عشان يبذل من هذه النعم للناس اعترافا بنعمة المنعم سبحانه وتعالى علي اختصهم بالنعم لمنافع العباد يقرهم فيها ما بذلوها يعني لما تخرج من النعم دي وتقضي حوائج الناس وتفرج الكرب عن المكروبين وتيسر على المعسرين وتدخل السرور والفرح على المهمومين يقرهم فيها يعني يثبتها لهم ويديمها عليهم ويبارك لهم فيها